موسيقى 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 اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا توافق على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق والمطاعم إلى 70% موسيقى موسيقى العراق يعلن استهداف 45 برقا للطاقة من قبل التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الماضية موسيقى موسيقى جونسون يكشف اليوم خططه لرفع آخر القيود الصحية في بريطانيا موسيقى 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 أهلا بكم وافقت لجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكفهات وكذلك السينمات والمسارح بطاقة استيعابية تصل إلى 70% جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعرضت وزيرة الصحة مستقدات موقف تصنيع اللقاحات مشيرة إلى أنه تم البدء في انتاج مليون قرعة ويتم حاليا إجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات لتتم بعدها خطوات الانتاج الموسع يزور وزير الخارجية سمح شكري نيويورك في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن الدولي حول قضية سد النهضة الإثيوبي التي تعقد بناء على طلب مصر والسودان هذا ومن المقرر أيضا أن يعقد شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن والمسؤولين بالأمم المتحدة وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة توصل الاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية قال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاج قال أن تنظيمات إرهابية استهدفت نحو 45 برجا للطاقة حتى السبت وأضف الخفاج أن التنظيمات الإرهابية تستخدم هذا النوع من العمليات لخلق فوضى أنية وأشار إلى وجود قوات مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين خطوط نقل الطاقة كشف رئيس الوزراء البريطاني بورد جونسون أنه سيعلن اليوم خطط رفع آخر القيود الصحية في البلاد اعتبارا من التسع عشر من يوليو هذا وقال جونسون أن الإجراءات الجديدة ستستعيد للمواطنين حريتهم مشددا على أن الجائحة لم تنتهي وأنه سيتعين على سكان تعلم التعايش مع الفيروس كذا مقررا رفع تلك القيود في الحادي والعشرين من يونيو الماضي غير أن هذا المواعد أرجع شهرا بسبب انتشار متحور دلتا قالت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس إن الحالة الوبائية صعبة جدا ولم تشهدها البلاد منذ بدء الجائحة في مارس من العام الماضي كشفت أن نسبة إيجابية التحاليل مرتفعة تتراوح بين 30 و50 بالماء بمختلف جهات البلاد داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون الدعوة إلى معالجة القضايا المتعلقة بملف الذاكرة الوطنية هذا وشدد على أن الجزائر لن تتنازل عن حقوقها المترتبة عما لحقها من مآس فضيعة على يد الاستعمار الفرنسي وتعهد تابون في كلمته بمواصلة محاربة الفساد والتحايل والعمل على تعزيز الحياة العامة للمواطنين وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة نهاية الموجز لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب